أسعد الله أوقاتكم سأتحدث في هذا الفيديو عن الملاك الحارس هل للروح أكثر من ملاك حارس؟ وكيف أستفيد من ملاك الحارس لروحي؟ وكيف يمكننا التواصل مع الملائكة الحراس؟ أهلا وسهلا بكم في قناتي The Solitaire 369 أعزائي يقال أن للروح أكثر من ملاك حارس وبعض الأرواح لهم أكثر من ملاك حارس لكن الغالبية لديهم ملاك حارس واحد فقط والله أعلم كيف أستفيد من ملاك الحارس لروحي؟ من الممكن أن تطلب منه توجيهك نحو شيء لا تعرفه وبإمكانك أن تطلب منه المساعدة وبإمكانك طلب أي مساعدة تحتاجها منه كيف يمكننا التواصل مع الملائكة الحراس؟ يختلف الأشخاص بقدراتهم على التواصل مع الملائكة وتحديدا الملائكة الحراس لأرواحهم فالبعض يتواصل معهم منذ الطفولة ويستشعر بوجوده والبعض الآخر يتواصل معهم في فترة المراهقة وأكثر الأشخاص يتواصلون معهم منذ بداية الوعي بهذا الموضوع كلما كانت قدرات التواصل مع الملائكة منذ الطفولة كلما كانت الروحانية لدى هذا الشخص عالية جدا كيف من الممكن التواصل مع الملائكة الحارس؟ وبأي طريقة؟ بالنسبة للرسائل التي تصلك من الملائكة الحارس معظمها تستشعرها وتراها صدفة وهي تجسد مفهوم لا صدف بالكون التواصل معهم طرق كثيرة عن طريق الإرهام بمعنى أن تسأل السؤال وأن تجد الجواب كإلهام بداخلك أو أن ترى موقفاً بعد أن تسأل السؤال قد ترى الإجابة على هيئة تكرار رقم أو أن تصادف شخصاً ما يحمل لك الجواب لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط سر الإعجاب حتى يصلكم كل ما هو جديد شكراً لحسن استماعكم وإلى اللقاء